دكتورة رانا حامد أول باحثة من أصحاب البصيرة تحصل على دكتورة من كلية الأداب جامعة المنصورة وحصلت بالأمس على تكريم من مصر في شخص رئيس الجمهورية دكتورة رانا مساء الخير مبسوطين قوي بالصورة الحلوة لقدامنا ومبسوطين بيكي كمان جدا بالأساس أهلا بيكي أهلا وسهلا دكتورة دينا مساء الخير مشوار البحث والتعلم والبصيرة الكبيرة اللي أنت مش بس استنرتي بيها لكن كمان أنا واضح جدا أن أنت إنسانة ملهمة لكتير من الطلبة بقى فاحكي لنا على المشوار وإزاي حصل التكريم إزاي يعني وصلت الفكرة لأنه يتم التكريم أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة والله يبصي هي مسير التفوق بدأت من أول ما دخلت المدرسة وهو كان الحمد لله كنت متفوقة طول سنين الدراسة لما أخذت السنوية العامة زي ما عاربتي في التقرير الحمد لله كنت أول على الجمهورية في السنوية العامة يعني عارفة لما الواحد بيحصل على مركز عالي يعني ما تقدريش بقى أن أنت تتنازلي عنه أو أن المستوى ينزل عن كده فتلاقي نفسك بتتحفز أن أنت لازم تكملي وتنجيزي أكتر وتحصالي إنجازات أكتر يعني فكرة بقى الماجستير والدكتوراه وكده لا هي ما بدأتش معي لما أخذت المركز لها على السنوية العامة هي بدأت من قبلها معرفش بدأت إمتى بس أنا يعني لقيتني بمشي في المصور ده كده بما يكون هو ده المصور الطبيعي يعني هو ده تخطيتي لحياتي زي ما أنت وانتي ما ينفعش أرضة بأعلم من كده خلاص يعني بالضبط كده فهي أنا يعني الحمد لله يعني حصلت على اللي فرانس في 2007 وهو أصلا مجال دراست اللي هو الإنجليزية هو ده كان المجال اللي أنا كنت عايزة أدريسه أصلا لو كنت دخلت أي كلية كان هيبقى هو ده المجال بتاعي يعني إحنا طبعا بتبرد أن إحنا كنا قولي على الجمهورية فكان بيبقى فيه منح طبعا من جامعات كتير وحاجات كده بس أنا كان هو ده المجال اللي أنا كنت أحب أدريسه ففضلت أن أنا أدخل بقى كلية أداب جامعة المنصورة هي يعني جامعة المنصورة يعني جامعة عظيمة ولها إذنها وكلية أداب كثم اللغة الإنجليزية يعني فيه أسد عظام يعني طيب قال يا دكتورة ري أنا عايزة أسألك مش بس على مشوار الدكتورة لكن كمان هل أنت بتعملي بالتدريس أثناء طبعا رحلتك للحصول على الدكتورة أنا كنت بدأت الشغل من قبل ما أحصل على الماجستير يعني أنا قبل ما أنتهي من الماجستير بفترة صغيرة كان تم تعييني في مسابقة الثلاثين ألف المعلم اللي كانت أعلنة في 2014 فكان تم تعييني فيها وبعدين بعدها بقى في 2016 أنا حصلت الحمد لله على الماجستير فهما الماجستير والدكتورة وفيه دبلومة مهنية في كلية تربية دبلومة مهنية في التربية الخاصة يعني الحمد لله أنا أنجفت ده أثناء الشغل علاقتك بالطالبة عاملة إزاي؟ مدى اللي أنا عايزة أسأله بقى يعني بصي هو فكرة التدريس أي أن كان المرحلة اللي بتدريسي فيها سواء بتتعاملي مع أطفال بتتعاملي مع مراهقين بتتعاملي مع شباب في الجمعة أنتي بنبقى حاسيني إن إحنا بنربي هو إحنا مش أنا مش بدي معلومة أنا عن نفسي وأنا طالبة أنا المدارس بالنسبة لي ما كانش بديني معلومة أنا كنت بحس إن أنا يعني أنا هو أنت مسؤولة عن تكوين شخصية أكتر ليه بس أالك يا دكتورة رانا عن علاقتك بالطالبة لأنه شخصيات الدقوبة واللي بتتحدى واللي بتعرف تنجح واللي بالنسبة لها ظروف هي مجرد خطوة وسلمة ليه شخصيات ملهمة جدا فأنا متهيقلن وطلب يتعلموا منك طبعا العلم الكبير اللي عندك لكن بيتعلموا من روحك ومن شخصيتك يعني فعلا فعلا أنا لسه بقول لحضرتك أنا بالنسبة لي كان المدرفين بتوعي وأساستي أنا سواء في المدرسة أو في الكلية أنا كنت بحس إن أنا هو بيديني من روحه ومش بيديني معلومة هو بيديني من روحه ومن ومن نفسه ومن يعني من كل حاجة حلوة فيه كان بيدهالنا فأنا بحس إن هي يعني زي ما نقول إيه هو سلمني أمانة عشان أنا أسلمها للنسبة لي فهي فعلا هي أمانة ورسالة مش إن إحنا بندي معلومة لأ أنا أنا برابي إنسان طبعا دكتورة رانا أمبرح بقى زي ما راضيتي آلاف من الطلبة أمبرح أعتقد أنه ربنا راضكي بتكريم كبير جدا وقدام ناس كتير كلهم من يعرفوك أو معظمهم يعرفوك ومحبيك كلمين عن اللحظة دي بقى بتاعت التكريم وإزاي عرفتي وتعاملتي مع الموقف إزاي؟ طيب خليني أعلق بس تعليق صغير لأ هو التكريم كان قدام ناس كتير أنا في منهم كتير أنا مش عارفهم يعني اللي يعرفوني طبعا قريبي وحبيبي وصحابي وكده جمام بس لا في ناس كتيرة جدا جدا أنا ما كنتش عارفهم قبل كده لقيتهم بيحاولوا يتواصلوا معي ويهنوني ويبركوني الرايس ما كان بيقولك إيه في اللغة تزيقح؟ غششين الرايس كان بيبركلي وكان بيبرك لوالدتي وكان يعني بيحفزني بيحفزني أن أنا أكمل وأواصل واستمر أن أنا مقفصة يعني أنا عايزة أنا لسه ما جاوبتش على سؤال حضرتك أنا يعني كل التكريمات السابقة كانت حاجة والتكريم بتاعي مبارح ده شيء لوحده أنا دي أجمل وأغلى هدية يعني أقرب هدية لقلبي هي كانت التكريم اللي حصلت عليه من سيادة الرئيس يعني أنا شرفت بالتكريم ده وده أجمل وسام وأجمل هدية جات لي في أي مرحلة من حياتي هي دي كانت أجمل وسام وأجمل هدية تكريم مستحق يا دكتورة رانا تكريم مستحق وبنشكرك شكرا جزيلا أنك كنت معانا لأنك نموذج من النماذج الحقيقة ملهمة ودي النماذج اللي إحنا حقيقة نبقى فخورين وشايفين ومقدرين أنها تستحق التكريم مشان كده لما يتم تكريمها من رأس الدولة المصرية من سيادة الرئيس بنبقى سعداء سعادة مضاعفة بشكرك دكتورة رانا حامد أول باحثة من أصحاب البصيرة تحصل على دكتورة من كلية الأداب جامعة المنصورة واللي تم تكريمها مبارح